موسيقى موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة خاصة للمملكة المغربية التقى خلالها أخيه خادم الحارمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزائن ومواساة في وفاة الدكتور عمر عثمان العمودي الأستاذ في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة صنعاء وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق العزاء وخالص المواساة لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ولتلامذته ومحبيه في هذا المصاب الجلل سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بمحافظي المحويت الدكتور صالح سميع والبيضاء صالح الرصاص للإطلاع على المستجدات والقضايا المرتبطة بمهامهما وخلال اللقاء أكد الفريق محسن عزم القيادة السياسية بمساندة دول التحالف في المضي نحو استعادة البلاد وبسط سيطرة الدولة على كل المحافظات مشددا على ضرورة مضاعفة اليهود وتكثيف التواصل بمختلف المكونات في المحافظات للدفع بهم نحو مساندة الشرعية وأطلع محافظاء المحويت والبيضاء نائب الرئيس على المستجدات في المحافظتين والقضايا المرتبطة بشؤون المحافظتين معبرين عن امتنانهما لجهود ومتابعة نائب رئيس الجمهورية بعث نائب رئيس أو رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى مدير عام مديرية شبان بمحافظة حضرموت فرج ناجي عوض بن طالب وجميع أهله ودويه وكافة آل كثير وذلك في استجهاد البطل العقيد عبد الله ناجي عوض بن طالب وأعبر رئيس الوزراء عن بالغ حزنه وعظيم مواساته سيرا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الحل الشامل في اليمن ينطلق من مبادرة الحديدة التي ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية مشيرا إلى أن الإنقلابيين لم يتجاوبوا مع الخطة وأضاف ولد الشيخ أن لقاء قريبا بين الأمم المتحدة وممثلين عن الإنقلاب في جينيف أو القاهرة أو مسقط موضحا أن اللقاء المرتقب سيبحث تفاصيل مبادرة ميناء الحديدة ومطار صنعار جددت ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية قصفها المدفعي مستهدفة منازل السكان بمحافظة تعز وقالت مصادر أن الميليشيات الإنقلابية شنت قصفا مدفعيا مكثفا استهدف منازل المواطنين في محيط جبل جرة وشارع الأربعين وعصيفرة بمدينة تعز وفي الجبهة الغربية قالت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية هاجمت مواقع للميليشيات الإنقلابية شرق منطقة يختل التابعة لمديرية المخى في المحافظة وذكرت المصادر أن مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع للمتمردين الحوثيين وصالح في محافظة صعدة شمالية البلاد وقالت مصادر قبلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة مواقع للميليشيات الإنقلابية في منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية جنوب غربي المحافظة وذكرت المصادر أن عمدة الدخان الكثيف شهدت تتصعد من مكان القصف تجددت المعارك في جبهة بيحان بشبوة بين ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية من جهة والجيش الوطني من جهة أخرى لليوم السادس على التوالي وأكد مصدر أن أبطال اللواء 21 ميكا أفشلوا هجوماً للميليشيات في موقع الصفراء وأجبروهم على التراجع والفرار من المواجهات وأشاد المصدر بيقظة أبطال الجيش الوطني وثباتهم في الدفاع عن المواقع المحررة من الميليشيات وإصرارهم على هزيمتها وتحرير ما تبقى من مديريتي بيحان وعسيلان نهاية الموجز إلى اللقاء